بقي الفساد المالي مسيطرا على المشهد الاقتصادي العراقي في مظاهر ومؤشرات مختلفة استمرت طيلة العقدين الماضيين منذ احتلال العراق وسيطرت الأحزاب الفاسدة وميليشيتها على مشهد وكواليس السياسة هناك فأصبح الفساد سمة ملاسقة لنظام الحكم في العراق شمل جميع الملفات التي كان من بينها ملف الغذاء برنامج الأغذية العالمي كشف عن أن نحو خمسة ملايين عراقي يتعرضون لاتدعيات النقص المزمن بالطعام ويضطرون لاغتراض ثمنه وكشف ممثل برنامج الأغذية العالمي في العراق علي رضا قريشي عن وجود أكثر من مليوني عراقي في مستوى استهلاك الغذاء غير الكافي بينما يوجد مليونان ونصف المليون يتبعون استراتيجيات تأقلم مبنية على الأطعمة الأقل كلفة أو اقتراض الطعام في ظل اعتماد العراق على استيراد المواد الغذائية وتأثره نتيجة الحرب في أوكرانيا فيما أكد تقرير لديوان الرقابة المالية الحكومي أن الخزينة الاستراتيجية من محصول الحنطة في العراق يبلغ 373 ألف طن فقط وهو لا يسد حاجة البلاد الفعلية حتى لمدة شهر واحد وأن الحاجة الفعلية من مادة الحنطة في البطاقة التموينية لكل شهر تبلغ نحو 450 ألف طن انشغال الحكومات المتعاقبة وأحزابها الفاسدة بمصالحها الشخصية شكل منظومة متكاملة من الفساد في وضع خطط اقتصادية فاشلة تعتمد بالدرجة الأولى على واردات النفط وإهمال كامل للثروات الأخرى فضلا عن التلاعب وسرقة قوت الشعب على يد الحكومة والأحزاب المتنفذة